السلام عليكم ورحمة الله بعد أن خالف الرماه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالثبات في مواقعهم على جبل الرماه انقض خالد بن الوليد ومن معه من الفرسان وباغة المسلمين من الخلف فاضطربت صفوف المسلمين ولم يثبت في الميدان إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ونخبى قليل من الصحابة الكرام وفر الباقون وأنزل الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزله الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إن الذين فروا منكم يا أصحاب محمد عن القتال ولم يثبتوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الميدان يوم التقى جمع المسلمين وجمع المشركين في غزوة أحد فكان منهم من فر ودخل إلى المدينة ومنهم من فر وصعد إلى الجبل إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وهو ده اللي نقدر نقول عليه شؤم المعصية يعني إيه شؤم المعصية؟ يعني ببساطة كما أن ثواب الحسنة حسنة بعدها فإن جزاء السيئة سيئة بعدها ومن الأقوال الجميلة لابن القيم رحمه الله كانت أعمالهم جندا عليهم ازداد بها عدوهم قوة فإن الأعمال جند للعبد وجند عليها ويكفيك أن تعلم أن آدم قد خرج من الجنة بذنب وأن إبليس قد طرد من رحمة الله تعالى بذنب فالعاقل لا يأمن على نفسه من تأثير الذنوب نسأل الله السلام ويكون بذلك المعنى المقصود إنما أوقعهم الشيطان وتسلط عليهم ببعض ما عملوا من المعاصي والذنوب والخطايا وكأن المعصية تضعف مناعة العبد في مواجهة وساوس الشيطان ودعونا نتأمل قليلا في قوله تعالى ببعض ما كسبوا أليس بما كسبوا وذلك لأن الله تعالى لو يؤاخذنا بكل ذنوبنا لست أصلنا وصدق الحق سبحانه وتعالى إذ يقول ألو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب أفي ذلك دليل واضح على سعة رحمة الله تعالى بعباده ألقد عفى الله عنهم ألقد تجاوز الله عنهم فلم يعاقبهم لصدق توبتهم وندمهم على ما فرطوا في حق الله ومعنى العفو محو الذنب بالكلية فلا يبقى له أي أثر ومن أقوال العرب عفت الريح الأثر يعني أزالت الريح آثار الأقدام إن الله غفور حليم إن الله غفور للمذنبين التائبين يغفر الذنب الكبير والصغير ويغفر الذنوب الكثيرة حليم لا يعاجل من عصاه بالعقوبة بل يمهلهم حتى يتوبوا فلله الحمد على أنه غفور حليم فينبغي لنا جميعا ألا نقمط من رحمة الله تعالى مهما عظم الذنب وينبغي أيضا ألا نغلق باب الرجاء والتوبة والرحمة في وجه المذنبين التائبين الإسلام دين واقعي يعلم مدى ضعف النفس البشرية عند مواجهة خطر الموت ولا يقص على المخطئين بل يقومهم ويتوب على التائبين ويأخذ بأيديهم إلى علين مرارة هزيمة أحد كمرارة الدواء لا بد أن نتجرعه لنحصل على الشفاء كلنا نعرف بالطبع مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فهو أحد المبشرين بالجنة وصاحب الهجرتين هاجر مرة إلى الحبشة ومر إلى المدينة المنورة وكان رضي الله عنه شديد الحياء وكان كثير الإنفاق في سبيل الله وهو أول من جمع الكرآن الكريم وفي زمان خلافته اتسعت رقعة الدولة الإسلامية شرقا وغربا شمالا وجنوبا وغيره من المناقب الكثير والكثير ولكنه كان ممن فر في غزوة أحد ودخل إلى المدينة فكان إذا ذكر بذلك يقول كيف تعيرني بذنب أقد عفى الله عنه فقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم رضي الله عن عثمان بن عفان وعن الصحابة أجمعين جزاكم الله خيرا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر